أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلك الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحشبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأكيم الوزن بالكسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنار فيها ساكهة واللخل ذات الأقلام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلك الإنسان من سلطان القلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يتكين بينهما بغلق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النعنق والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولح الجوار المنشعة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل ما عليها فال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا ما في الصماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرأ لكم أيها الثكلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجل والإنس إن استطعتم أن تغفظوا من أطوار السماوات والأرض فأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا من أطوار السماوات والإنسان يرسلوا عليكما شواذوا من نار ونحاسوا فلا تلقصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال أنزم به إنش ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماو فيوصد بالنواس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين هميم الآل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن صاف مقام ربه جلتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما أينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاتهة ثوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكهين على فرش بطوء نعام من استبرك وجن الجرتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن إنسوا قبلهم ولا جار فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن لقلنا اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ندى خطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كذر المقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسهم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكهين على رفرف الخدر وعبكري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبا وكشف ربكما تكذبان تبا وكشف ربكما الجلال والإكرام صدق الله العفيم